السلام عليكم. من شاء الله نشوفوا في هذا الفيديو تتمة الخارج العجري المضبوط والمقرب اثنان. تمرين رقم سبعة. ضع ونجزل قسمة التالية مائة وستة وخمسون فاصلة سبعة وتمانون مقصومة على سبعة فاصلة تمانية. لدينا القسمة المقصوم عليه بالفاصلة. نحيض الفاصلة نضربه في عشرة المقصوم والمقصوم عليه. تصبح العملية على هذا الشكل. ناخده آآ مئتان وستة وخمسون كم فيها من تمانية وخمسون فيها تلاتة. تلاتة في تمانية اربعة وعشرون اكتب اربعة واحتفظ باثنان ثم تلاتة في سبعة واحد وعشرون زائد اثنانية تلاتة وعشرون. نقوم بعمله الطرح. ستة ناقص اتنان. ستة نقص اربعة اتنان. خمسة ناقص تلاتة. اتنان. اتنان ناقص اتنان. سفر. ننزل تمانية. مئتان وتمانية وعشرون كم فيها من تمانية وسبعون? فيها اتنان. اتنان في تمانية. ستة عشر. اكتب ستة واحتفظ بواحد. اتنان في سبعة اربعة عشر وواحد خمسة عشر. تمانية ناقص ستة. باقي اتنان او تسوي اتنان. اتنان ناقص خمسة لا يمكن. اذا اتنى عشر ناقص خمسة الباقي وسبعة. نرجع السلاف. باقي سفر. ثم نضع فاصلة. ننزل سبعة. مئتان وسبعة وعشرون كم فيها من تمانية وسبعون? فيها تسعة. تسعة في تمانية. اتنان وسبعون. اكتب اتنان واحتفظ بسبعة. تسعة في سبعة. تلاتة وستون. زائد سبعة. مئة سبعون. سبعة ناقص اتنان. خمسة. اتنان ناقص سفر سفر. وسبعة ناقص سبعة. سفر. عفوا اتنان ناقص اتنان. وسبعة ناقص سبعة سفر. آآ آآ نضيف سفر. مئتان وخمسون كم فيها من تمانية وسبعون فيها تلاتة. تلاتة في تمانية. اربعة وعشرون. اكتب اربعة واحفظ باثنان. تلاتة في سبعة. واحد وعشرون واثنان. تلاتة وعشرون. واحد. عشرة ناقص اربعة ستة. خمسة ناقص اربعة واحد. اتنان نقص اتنان سفر. نقوم بمل الجدول. لدينا الخارج المقرب بتفريط الى الوحدة واحد هو اتنين وتلاتون. وبتفريط هو تلاتة وتلاتون والباقي هو سبعة فاصلة اتنان. الخارج المقرب الى سفر فاصلة واحد الى آآ افعا هو اتنان وتلاتون تسعة. والخارج المقرب بافراد هو تلاتة وتلاتون والباقي هو اتنان فاصلة خمسة. ثم الخارج المقرب بتفريط الى جزء المئة سفر فاصلة سفر واحد هو اتنان وتلاتون فاصلة تلاتة وتسعون وبافراد هو اتنان وتلاتون فاصلة اربعة وتسعون والباقي هو واحد فاصلة ستة. بالنسبة التمرين رقم تمانية الخارج المقرب الى سفر فاصلة سفر واحد بالتفريط للعدد العشري على اربعة هو واحد فاصلة سبعة وتلاتون والباقي هو سفر فاصلة واحد اوجد هذا العدد لاجاد هذا العدد نستعمله التساوية المميزة للقسمة الاقليدية. نكتب واحد فاصلة سبعة وتلاتون في المقسم عليه هو اربعة زائد الباقي اللي هو سفر فاصلة سفر واحد تساوي خمسة فاصلة تسعة وتسعة وتمرين رقم تسعة قام اربع اصدقاء برحلة سياحية دامت يومين وبلغت مصارفها الف ومئة وتلاتة فاصلة ستون درهم ما هي مساهمة كل واحد منهم في هذه الرحلة مساهمة كل واحد منهم هي ناخد الف ومئة وتلاتة فاصلة ستون اسمها على اربعة تساوي مئتان وخمسة وسبعون فاصلة تسعة التمرين رقم عشرة قياس مساحة قطعة ارضية مستطيلة الشكل هو الف وتلاتة مئة و ستة وخمسون فاصلة خمسة وعشرون متر مربع اذا كان طولها هو سبعة وتلاتون متر فاحسب بالمتر عرضها مقربا الى صفر فاصلة صفر واحد ناخد مساحة القطعة الف وتلاتة مئة و ستة وخمسون فاصلة خمسة وعشرون قسمها على طولها هلاش قلنا الطول لانه غد نوجدوا العدد اه اكبر من سبعة وتلاتون اذا اصال من سبعة وتلاتون اذا لا يكون هو العرض والطول هو سبعة وتلاتون اذا تساوي ستة وتلاتون فاصلة خمسة وعشرون خمسة وستون ستة وتلاتون فاصلة خمسة وستون هذا هو عرضها بالمتر التمرين لقم احدى عشرة اشترى تاجر فواكه كفواكه كمية من التفاح بمبلغ قدره مئة وخمسة واربعون ندير همان وباعها بمبلغ مئة وتمانون ندير همان على اساس تلاتة فاصلة عشرون ندير همان للكيلو غرام الواحد الف ما هي كتلة التفاح بالكيلو غرام ناخد المبلغ الذي باع به وهو مئة وتمانون قسمه على آآ تمن الكيلو غرام الواحد وهو تلاتة فاصلة عشرون اذا نجد هنا تساوي ستة وخمسون فاصلة خمسة وعشرون وهذا هو آآ او هذه هي كتلة التفاح بالكيلو غرام ما هو باء ما هو ثمان شراء الكيلو غرام الواحد من التفاح ناخد المبلغ الذي اشترى به وهو مئة وخمسة واربعون نقسمه على كمية التفاح اللي وجدناها بالكيلو غرام اللي هي ستة وخمسون فاصلة خمسة وعشرون وتساوي اتنان فاصلة سبعة وخمسون وهذا هو ثمان شراء كيلو غرام واحد من التفاح